أكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام مصر بتطوير التعاون الثنائي مع السويد في عدد من المجالات أبرزها التنمية والاستثمار والتجارة والتحول الأخضر والسياحة جاء ذلك خلال لقاء الوزير شكري مع وزيرة الخارجية السويدية أن ليندا لبحث سبل مؤصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وذكرت وزارة الخارجية أن الوزيرين توافق في ختم اللقاء على أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التشاور والتنصيق